في تمام كل في تسعين دقيقة أخبار في ثالث موعدها الإخبارية وللحديث عن موضوع الحج وعدة مواضيع أخرى كذلك يحضر معي فضيلة الشيخ بلال بوشابو إمام مسجد باشد الراح مساء الخير سيدي إمام الغزالي إمام الغزالي أهلا بك فضيلة الشيخ بداية كما كنت تشاهد في التقرير تغطيتنا مستمرة في البقاء المقدسة ونحن هنا في الجزائر يعني نعكف على إيصال المعلومة لحجاجنا خاصة فيما يتعلق بالحج بداية تحدثنا في مواعيد سابقة عن مناسك الحج والإحرام إلى غير ذلك لو نتطرق اليوم للحديث عن ما هي نقدر نقول الأخطاء التي يمكن للحاج أن يقع فيها وهو يؤدي مناسك الحج بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن ولاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الحاج المسلمي أن يراعي أمورا يجب عليه أن يحصلها حتى يكون حجه بإذن الله تعالى مبرورا وعلى وفق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم ليعلم الحاج أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وكذا من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما هو الحج المبرور الحج المبرور هو ما كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى وكان على وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومبتعدا عن المحظورات ثانيا على الحاج المسلم عدم مزاحمة الناس والتضييق عليهم بحجة فعل سنة من السنن لأن هذه سنة وهذا حرام يعني ما يجوزلوش إذا حمخوت المسلمين فيؤذيهم وأذية المسلمين لا تجوز على الحاج ثالثا الامتناء عن المعاصي والذنوب كالسب والشتم والغيبة والنميمة والكذب كذلك شرب الدخان بعض الناس هدان الله وإياهم مفتنون بشرب الدخان في حرم الله في مكة حرم الله تلقاهم يشربون الدخان والدخان محرمون بإجماع العلماء نسأل الله سلامة والعافية على الحاج التقليل من الكلام وكثرة الدعاء خاصة في يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه نقطة لا يجوز أيضا للحاج أن يصوم يوم عرفة وأيام التشريف لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله كذلك على الحاج أن يستغل كل لحظاته النفيسة هناك ويطلب الله تعالى أن يوفقه لإتمام حجه وأن يغفر له زلله وأن يعينه على إتمام جميع عمال الحج طيب فضيلة الشيخ يعني لو نتطرق مثلا إلى الأخطاء التي يمكن أن تقع في الإحرام ممكن عند دخول الحرم في الطواف يعني ممكن أن الحاج سهوا يقسر في أحد هذه المناسك إذا أخطأ الحاج مثلا تجاوز الإحرام تجاوز الإحرام تجاوز الإحرام من غير يعني جاز المكان الميقات هذه المواقع المكانية وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس قاطبة وهي خمس مواقيت منها ميقات ذو الحليفة لنمر علينا أهل المغرب لكن مثلا نحن لا نجوب الطائرة لا يستطيع الإنسان أن ينزل إلى الميقات مباشرة فربا طائرة يخبر المسافرين أن نوصلنا للميقات فيحرموا الحاج من ميقاته من ذاك المكان اللهم لبيك حجا إذا كان مفردا اللهم لبيك حجا وعمرة إذا كان قارنا اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إذا كان متمتعا الإنسان مثلا إذا فات الميقات ولم يحرم فعليه دم فعليه دم يذبح حشاة يوزعها على فقراء أهل الحرم فيما يخص الزيارات ما هي الأماكن المحببة ولا المقدسة للاهم التواجدة ممكن أن الحاج يروح لها ويقوم بزيارتها يعني يبتعد عن البداع ويبتعد عن كل ما ممكن أنه جاهل بالأماكن لممكن أنه يغتنين فرصة التواجد بالبقاعة المقدسة ويدهب لزيارتها المزارات الإخوة الذين توجهوا مباشرة إلى المدينة فإن هناك مزارات مباركة لحث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارتها منها جبل مقبرة الشهاداء في سفح جبل أحد فيها سبعين شهيد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروا فإنها تذكركم الآخرة إنسان يتفكر الحادثة لاستشهد فيها سبعين من خيارة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيترحم عليهم ويتفكر غزوة النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة أحد التي بتلي فيها المسلمون بعد النصر انهزموا لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مزار آخر وهو مسجد قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل يوم سبت في حديث أن من صلى ركعتين فيه في مسجد قباء كانت له أجر عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مسجد القبلتين لكن ما فيه أجر اللي حصل فيهم الأجر بإذن الله مسجد قباء لحث النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مقبرة الشهداء عند جبله أحد نسأل الله تعالى أن يوفقنا أما في مكة لما ينزلوا الحجاج إلى مكة رح يزوروا عرفات وأصلا نحن يبيته في مينا نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياه آمين يا رب العالمين فضلت الشيخ نشوفه كثير من من يتوجه إلى البقاعة المقدسة يعكف على الصلوات في أوقاتها على صلاة الفجر يعني لا تفوته أي صلاة لكن هناك نشوف كثير من الحجاج حتى أن صلوات في أوقاتها هذا الشيء يبد أن يلتزموا به في نفس الوقت فيه فئة من الحجيج أنهم يدأبون على الصلاة حتى أنه قيام الليل يقيمون الليل وهم يصلون هل تعتبر بأن قيام الليل ممكن أن يجهد أنفسهم وخاصة أنهم مقبلين على مناسك لا بد من تأديتها على أتم وجهه في هذا الموضوع يكن في علم المستمع الكرام أن مكة كلها حرم الله الإنسان يصلي في مسجد الله في مسجد الحرام أو حتى في الفنادق المحيطة بالحرم الأجر واحد بإذن الله تعالى صح المسلم يغتنم أوقاته وهو متواجد في حرم الله يعكف على الطاعة بشتى أنواعها الصوم، أمر بالمعروف، صدقة، صلاة لكن نحن نقول لإخواننا أن لا يجهد أنفسهم حتى يعيقهم ذاك عن إتمام مناسك الحج صح الصلاة في حرم الله بمائة ألف صلاة في غير مسجد الحرام والله يضاعف لمن يشاء والله هو أسعان علي صح الإنسان يكثر من الطاعات بشتى أنواعها قراءة القرآن، ذكر التسبيح، تهليل، تكبير الحمد لله دل وعلا والله الموفق والمعين لما فيه بإذن الله تعالى فضل الشيخ قبل أن نختم نصحتك لحجاجنا رغم توجدين بالبقاء المقدسة نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياهم ونطلب منهم أهيب بهم أن يعظموا شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يعظم حرمة بيت الله الحرام فلا يجترح فيه من الذنوب والمعاصي ما يحبط الله به عمله عيادا بالله نطلب منهم أن يجعلوا جميع أعمالهم خالصة من وجه الله تعالى وأن يسألوا لأن هذه العبادة التوقيفية لا يجوز فيها الاجتهاد أن يسألوا العلماء ومن هم معهم حتى يفقهم في دينهم حتى يكونوا على بصرة من أمنهم ونسأل الله تعالى لهم القبول والسداد وأن يردهم إلى دورهم سالمين غانمين أصحى وما ذاك على الله بعزيز شكرا لك فضيلة الشيخ بلالة بوشابو على كل هذه النصائق وإن شاء الله يعني انتملناه دائما كما نقول أنه حج مبرور وذنب مغفور وسعي ومشكور بإذن الله تعالى لكل حججنا الميمين شكرا لك